يبقى ده الاستعداد الفني بتقسم لنفسي لمعنوي تكتيكي فهنا ده تالت حاجة بقى في النقط اللي بقولكو عليها التوفيق ودي اللي كنت بكلمكو عليها من شوية وبوعيدكو في المستقبل القريب التوفيق محتاجينه بشكل كبير هذا العام وفي هذه المباراة المفصلية في دورة أبطال إفريقيا ليه هذا العام؟ النادي الأهلي محتاج بقالنا 4 سنين ما روحناش كاس العالم الأندية ما خدناش التاسعة وقفين عندها حتى بعض الجماهير على السوشان ميديا بدأ يحصل لها بلاش نقول التاسعة نقول العشرة لا واحدة تمانية واحدة لكن ده التوفيق إحنا محتاجين التوفيق تأكدوا تأكدوا أنه ريني فييلر ريني فييلر مدرب كويس قوي بس سيبك بقى من أنه إيجادته وهذا هو كويس أو مش كويس أي مدرب أو أي لعيب كويس محتاج عامل التوفيق معاه يعني ريني فييلر لو خد البطولة هذا العام خد هذه البطولة والعيبة النادي الأهلي هتكلم على ريني فييلر وهتكلم على عيبة النادي الأهلي ريني فييلر لو خد البطولة هذا العام وفاز بهذه البطولة أولاً هيدخل كل كوب الجماهير الأهلوية لأنه عربون الحب هذا العام مع الجماهير هو هذه البطولة طبعاً ما احترمنا للدوري ما احترمنا لأي بطولة أخرى دوري أبطال إفريقيا هو عربون المحبة اللي هيخش وهتقفل عليها يقفل عليها مش هيطلع تاني هذا الحب لن يخرج من كله بكل الجماهير الأهلوية فهو محتاج هذا التوفيق هذا العام عشان عايز أقول لكم أن لو خد هذه البطولة هذا العام السنة الجاية واللي بعدها واللي بعدها انت راكب أفريقياً قروياً راكب قروياً ومعنوياً فهتخش السنة الجاية من أنك حامل لقب وأنه النادي الأهلي رجعوا نروح بقى لعيبة النادي الأهلي في نفس النقطة احنا بنكلم في نقطة ايه؟ التوفيق التوفيق للعيب النادي الأهلي بعض اللاعبين وبعض الصفقات الجديدة محتاجة أن هي تكون تندمج يحصل لها اندماج أولا مع شخصية البطل ومع شخصية النادي الأهل بمعنى شخصية البطل حاجة وشخصية النادي الأهل لكن كلهم يحصل لهم انصهار في شخصية لاعب النادي الأهل بعض اللاعبين جايين نظرا للتكوينات النفسية والبدنية والخبرات اللي قابلوها ممكن ده تساعدهم أنهم يأخذوا شخصية النادي الأهل بسرعة ممكن تساعدهم أنهم يأخذوا شخصية البطل بسرعة هو ده اللي احنا محتاجينه فبلاح أذكر أسماء العبين لكن في صفقات كتيرة جاية محتاجة معنويا معنويا أن هي تأخذ البطولة السنة دي لو خدتها هتلاقوا السنة جاية شكل مختلف وإيقاع مختلف وكل اللي عندهم اللي انتوا شفتوه قبل ما ييجوا هتلاقيه بيعمله بمنتهى السلاسة لعيب الكرة محتاج الحاجات دي لعيب الكرة محتاج أنه يكسب حاجة معنويا فيأخذ عربون المحبة عن الجمهير فيقدر يقف على الكرة طبعا ويقدر يقف على كل المباراة ويقدر يلعب بكل سلاسة كل المباراة فهو ده جانب التوفيق اللي محتاجه ودعيب النادل أهلي وخصوصا وخصوصا حسين الشاحات وقفش اللي اتنين دول أوعدكم إن احنا لو خدنا البطولة نادل أهلي يعني خد البطولة هذا العام السنة الجاية هتلاقيهم في ليفل تاني وفي حتة تانية خالص حتة تانية خالص النتيجة إنه برضو التوفيق اللي حصل فزي ما قلت لكم بعمل ده احنا تكلمنا على السعداد الإداري والسعداد الفني التوفيق فالتوفيق اللي ريني فييلر محتاجه مهم جدا السنة دي التوفيق اللعب النادي الأهلي طبعا آخر نقطة في هذه المباراة عشان يبقى المباراة كلها بشكل مكتمل اتكلمنا عليه التحكيم هنتكلم عليه بشكل مفصل ولو إنه لا تقلقوا لا تقلقوا من التجارب السابقة مع حكم المباراة البكاري ديگا سيماين